السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكو طلاب اولى سنوي في قناة العبقاري. هنكمل نرضى مع بعض حل اختبار رقم اتنين. زي ما احنا اتفقنا في المفترض كان فيه كورس المراجع او اللايب اللي احنا بناخده على زوم. بنحل فيه اختبار رقم واحد. والاختبار رقم اتنين بينزل على القناة في فيديو مسجل. وبعد كذا اختبار رقم تلاتة بيكون في حصة بس مباشر على زوم. واختبار اربعة يكون في فيديو مسجل على القناة. فاحنا الوقتي مع اختبار رقم اتنين. وهسيب لكم الاجابات بتاعت اختبار اتنين واختبار واحد. كل اختبارات اجاباتها اللي احنا بنحلها. بتنزل على التليجرام. اه الرابط بتاعه في وصف الفيديو برضو في جروب الواتس. اه نبدأ مع بعض كده ونركز مع بعض في الحل والسؤال رقم واحد. وكتأكيد تاني هقوله تاني مرة. وكل فيديو هنقوله ان احنا المفترض بنحل عشان نفهم طريقة حل السؤال. مش نحفظ السؤال باجابته. زي ما في ناس كتير بتعمل. فبالتالي ما ما يعرفوش يحله اسئلة تانية. فياريت تفهم انا بحل ازاي? مش تحفظ اجابة السؤال. فالسؤال رقم واحد بيقول سقطت. او سقطت رأسيا كرتان. رأسيا كرتان متماسلتان. فيه كرتين وقال سقطت سكوت حر. فده معناه ان فيه كرتين. دي الكرة الاولى. ودي الكرة التانية. دي رقم واحد ودي رقم اتنين. بس اللي اتنين فيهم عمل مشترك ان البي اي بتساوي صفر هنا وهنا. هنا وقال سقوط حر. من اعلى ناطحة سحاب حيث سقطت الكرة الثانية بعد واحد ثانية من سقوط الكرة الاولى. فان المسافة بين الكرتين اثناء السقوط بيحصل لها ايه? طيب تعالوا كنا نركز مع بعض في ازاي هنفكر في سؤال زي ده. المفترض ان دي بدأت في السقوط. يعني بتسقط اياه خلاص. بعد ثانية هنفترض ان هي بقات هنا. هنفترض جدلا ان هي وصلت لغاية النقطة دي. وبعد كده دي هتبدأ تنزل. نركز بقى مع بعض. هنا سرعته كام? وهنا سرعة الجسم ده كام? يعني هنا المسافة بينهم هوا زي ما انت شايف كده سطرين مسلا في الكراسة اللي انا بكتب فيها. فده ماشي بسرعة اكبر ولا اصغر ولا تساوي سرعة ده. ده سرعته اصلا لسه صفر. انما ده في عنده سرعة. يعني ده ماشي اسرع من ده. يعني كمان شوية ده هيكون مسلا لو مش سطر واحد ده هيكون مش سطرين. تمام كده? طيب او معلش ده كده مش سطرين يبقى ده مثلا ممكن نقول هيمشي تلاتة. طيب بعد شوية لو ده مش تلاتة هتلاقي ده مش خمسة مسلا. ليه? يعني ده بتأثر بعيرة الجاذبية. وده كمان بتأثر بعيرة الجاذبية. والعجلة مجابة يعني بتزود السرعة. بس ده بادئ بسرعة زويرة. هنا في بعد ثانية كان ده سرعته كبيرة. فبالتالي سرعته بتزيد كل شوية. وده برضو سرعته بتزيد بنفس المقدار. ولكن ده هتكون ازيد من ده. فبالتالي الاولاني هيكون مش مسافة اكبر من التاني بمرور الوقت. يعني كل شوية بيمشي اكتر منه بشوية. وبالتالي المسافة الفرق في المسافة ما بين الجسمين بمرور الوقت. لو هي حتة دي مسلا في اللحظة دي. بعد شوية هيكون مسلا ده نزل مسافة اكبر لانه سرعته بتكبر اكتر. وده مسلا هيكون وصل لغاية هنا. فهي اشوف المسافة ما بين الاتنين هلاقيه اكبر من الحالة الاولانية. يبقى هنا فرق المسافة هيفضل يزيد بمرور الوقت. يعني بمعنى اصح المسافة بين الكرتين اثناء السقوط هتكون تزداد. نجل السرعة خم اتنين وبيقول الشكل البياني التالي بيمثل تغير سرعة فتاة تجري في مضمار سباق مستقيم بمرور الزمن. اي من الاخترارات التالية صحيح. هل السرعة اللحظية بعد خمسة وعشرين ثانية من بداية الحركة? او السرعة اللحظية دي ما يقدرها كم يعني بعد خمسة وعشرين ثانية? تعال كده نشوف عند الخمسة وعشرين ثانية نلاقي السرعة اللحظية يعني السرعة عند النقطة دي تحديدا بتساوي كم? نمشي كده على الخط الافق ده نوصل لغاية الفي نلاقيها بعشرة. في معنى كده ان السرعة بعد خمسة وعشرين ثانية كانت عشرة متر على السنة. طيب السرعة بقى المتوسطة خلال الخمسة وعشرين ثانية دول من البداية هتبقى عبارة عن ايه بالزبط? طيب السرعة المتوسطة دي اعرفها بقى منين? تعال كده نركز مع بعض. المفترض ان احنا عارفين قانون السرعة المتوسطة هي لها قانونين سرعة ابتدائية زائد نهائية على اتنين. بس لو جيت تركز هتلاقيه اصلا ان الفترة دي غير الفترة دي. يعني هنا مسلا السرعة بتطير ففي عجلة هنا مفيش عجلة اصلا. فمنفعش ان تطبق فمن السرعة ابتدائية والنهائية لان ده الشرط بتاعهم وبتحرك بعجلة منتظمة. طيب رقم اتنين ان احنا نجيب ازاحة كلية على الزمن الكلي. هنيجي نبص كده فين الازاحة الكلية مش موجودة. هنجيبها ازاي? هنا رسم السرعة على الرأسي والزمن على الافقين. قلنا العلاقة البيانية ما بين السرعة والزمن. لو انا عايز اجيب منها الازاحة. فهي تبقى المساحة تحت المنحنة. او اللي ما بين المنحنة او الرسمة اللي احنا رسمينها ومحور اكس. يعني المساحة دي كده كلها اللي احنا عايزين نحسبها دي يتطلق لنا الازاحة الكلية. طبعا ما ينفعش نحسب او ما عندناش قانون مباشر في المنهج نحسب به المساحة دي. فبنقدر نقسمها الاجزاء سهلة وبسيطة نعرف نحسبها. فانلاقي ده مسلس وده مستطيل. فالازاحة اللي هي المساحة هتساوي. مسلس يعني نص في القعدة اللي هي عشرة. فالارتفاع برضو اللي هو عشرة. دي القعدة عشرة والارتفاع عشرة. قبل ما اخلص لازم اتأكد ان ده بالسنطي وده بالمتر على الثانية او متر ثانية سالب واحد. زائد مساحة المستطيل اللي هي طول في العرض من عشرة الخمسة وعشرين يعني خمستاشر في العشرة. هيطلع علينا مية وخمسين وخمسين يعني امتين متر ده كده الازاحة. وبالتالي جهتبقى المساحة المسافة الكلية. اللي هي امتين متر. دي متر. لان احنا مستخدمين الوحدات الاساسية. على الزمن الكل اللي هو خمسة وعشرين سانية. فامتين على خمسة وعشرين يعني تمانية. ومتر على السانية السرعة. يبقى كده الاجابة رقم جيم. وده كده الحل الصحيح بالخطوات. عشان باكد تاني في ناس بتحل بالبركة او ناس بتحل بالحظ كده وخلاص. وجات معه. الحل اللي انا قلت لك. وده المفترض الحل اللي بالخطوات اللي انت بتحلها صح. هنضيف بس معلومة ان احنا ببقى ان فيها السئلة نظري او مقالي ممكن تيجي. فلو جات لنا مسألة. لازم نكتب الخطوات كويس. يعني انت تقول. نحسب الازاحة من منحنة السرعة والزمن عن طريق المساحة تحت المنحنة. كلها تساوي مساحة المسلس زي مساحة المستطيل. وتحسب وعدين تقول له الازاحة الكلية امتين. وعدين السرعة المتوسطة لنفترض ازاحة كلية على زمن كلي. لازم نكتب قوانين. لازم نعوض. لازم نحسب الناتج. لازم نكتب وحدة القياس. لاربع حاجات دول لازم تكتبهم في المقالي. لان كل خطوة عليها جزء من الدرجة. نيجي لسؤال رقم تلاتة. ازا تحرك جسم على محيط دائرة. بحيث تكون قيمة ازاحته بعد نصف دورة هي اتنين باي. فالمفترض ان احنا عارفين الازاحة بعد نص دورة هي عبارة عن القطر اللي هو اتنين ار. طيب هو قال لي ان الازاحة دي عبارة عن اتنين باي متر. ونركز شايف بنقرأ ازاي? اتنين باي متر. شايف ناس بتقرأها اتنين باي ام. مش عارف مين الام يعني. بس هي متر. يبقى الاتنين ار بتساوي اتنين باي. فبشطرتنا كده نعرف ان الاتنين مع الاتنين فبالتالي نص الكتر هو باي. طيب قيمة المسافة المقطوعة هي هتكون ايه بقى بالزبط? نركز بقى مع بعض المسافة المقطوعة خلال نص دورة هتكون هي نص دايرة. يعني نص في الدايرة اللي هي اتنين باي ار. النص طبعا بيروح مع الاتنين هيتبقى لنا باي. مضروبة في نص الكتر اللي احنا قلنا ان هو باي برضو. فكده الاجابة بتطلع باي تربيع متر. ده كده هي المسافة المقطوعة. سؤال حلنا زي وقبل كده كتير في درس المسافة والازاحة اللي هو الفصل التاني في الباب الاول. ولكن مغير في شكله شوية. قومي دينا معطيات مختلفة. ولكن نفس الفكرة بالزبط. اللي عارف الازاحة والمسافة خلال نص دورة. وكتب القوانين. وعوض. ايلاقي الحل يطلع معها سهل. ما فيش في اي مشكلة. نيجي الرقم اربعة بيقول العبارة التي لا تنطبق على قوتين الفعل ورد الفعل هي. يعني العبارة الغلط في دول مين? هل مقدار قوة الفعل يساوي مقدار قوة رد الفعل? اه دي صح. فمش دي اللي احنا عايزين. احنا عايزين التي لا تنطبق. قوة الفعل تعاكس قوة رد الفعل في الاتجاه. دي برضو صح. قوة الفعل وقوة رد الفعل تؤثران على نفس الجسم. دي بقى لأ. ليه بقى لأ? لان الجسم الاول لما بيأثر على الجسم التاني بقوة فالتاني بيرد على الاولاني. فدي بتأثر على دي. ودي بتأثر على دي. فهم مش بيأثروا على نفس الجسم. وبالتالي الاجابة هتكون هي التي لا تنطبق على قوتين الفعل ورد الفعل. نقرأ رقم ده القوة الفعل وقوة رد الفعل اللي هم نفس الطبيعة. اه لهم نفس الطبيعة. يعني لو القوة الاولانية اسمها قوة جذب يبقى رد الفعل قوة جذب. لو الاولانية قوة دفع يبقى التانية دفع. لو الاولانية شد يبقى التانية شد. ده معنى ان لهما نفس الطبيعة. رقم خمسة تقوم مكالة الفضاء ناسا بالاتصال بالرواد الفضاء عن طريق موجات الراديو. فاذا كان الزمن المستقرق بين الارسال من الارض والاستقبال على القمر هو واحد وتمانية وعشرين من مية ثانية. وسرعة موجات الراديو هو ثلاثة في عشرة اوست تمانية متر على الثانية. فان المسافة بين الارض والقمر هي. يعني بمعنى اصح مدين الزمن. من دين السرعة. والراجل اعيز المسافة. يقar المسافة بتساوي السرعة فيه زمن. يعني تلاتة في عشرة اوست تمانية. في واحد واثنين وتمانية وعشرين من مية. هتساوي كم? آآ نحسب بقى الكلام ده كله ونشوف تطلع معنا كم. ندرب التلاتة في عشرة قس تمانية في واحد واثنين تمانية. هتساوي معنا تلاتة اربعة وتمانين لو جينا نبص كده هنلاقي هنا تلتمية اربعة وتمانين في عشر قصة تلاتة كيلو متر طيب هي طالع معنا في الآلة تلاتة تمانية اربعة في عشرة قصة تمانية هي هي بالضبط هو كل اللي عمله ان العشرة قصة تمانية دي قسمها تلاتة حتات عشرة قصة تلاتة وعشرة قصة تلاتة وعشرة قصة اتنين والتلاتة علامة تمانية اربعة العشرة قصة اتنين هي اللي خلت التلاتة اربعة وتمانين من مية والعشرة اوست ثلاثة دي سبعة زي ما هي والعشرة اوست ثلاثة دي خلها كيلو متر فهي دي الاجابة الصح اللي هي باق وطبعا في ناس بتقوم مختارة الاجابة باق بناء على ان هي الوحيدة اللي فيها تلاتة تمانية اربعة مهما كان الباقي من اشدعه بي ايه بس احنا بنتفق ان ممكن يكون السؤال مقالي ممكن يكون الاختيارات فيها كزا قيمة للشكل اللي هي تلاتة تمانية اربعة وانت اللي لازم تختار بناء على معلوماتك فده السؤال عندنا في المنهج لازم تعرف تحله لازم تعرف تحله لان ممكن يجيلك ومش ممكن يجيلك والسؤال جاي لك اصلا عشان يختبرك في انك بتعرف تتعامل مع الصيغة العيارية لكتابة الاعداد نجري السؤال الرحم بستة دي المنحنى السرعة والزمن الذي يمثل حال الجسم بدأ حركته بسرعة ابتدائية لاته ساوي الصفر يعني السرعة ما ينفعش الساوي الصفر الرجل هو اللي بقول لك اوه يبقى بقى ودال كده وحزف لك اجابتين بجملة دي ويتحرك بعجلة منتظمة يعني خط مستقيم نعرف نترجم طبعا موجبة يعني السرعة عجلة موجبة يعني السرعة بتزيد شايف لو انت بتكتب كل كلمة معناها ايه في المعلومات اللي انت عرفها انا متأكد مية في المية ان كلكم عارفين ان العجلة لو هي منتظمة ده معناه ان السرعة بتترسم خط مستقيم وان لو العجلة موجبة ده معناه ان السرعة بتزيد فين بقى اللي السرعة بتزيد وخط مستقيم هي يا جيم ليه بدقين من هنا لان دي بي اي اللي السرعة لابتدائية وبس كده لو كانت بدقة من السكون فكانت هتبقى دال طيب امتى بقى تبقى الف ده السؤال بتاعكم اللي هنشوف بقى هتحلوه ازاي؟ هحللكوا السؤال ان شاء الله خلال يومين فيه التعليقات عشان لو انت بتلاجع يوم لمتحان تبقى الجابة اضحى معك بس عشان اعرف مين شاطر يقول لي ده امتى? في كلمة معاينة لو قالها في السؤال اختار الف. ايه هي الكلمة دي ده لانا مستنمين نكو في التعليقات عشان اعرف مين بتابع معنا ومين مهتم ومين بيذاكر. نيجي الرقم سبعة ازا كانت ال اكس امتين وخمسين ميلي سانية وكانت الميو او الواي الف وخمسمائة مايكرو سانية. فان قيمة الاكس زائد الواي. اولا ما ينفعش اجمع حاجتين ملومش نفس وحدة القياس. سانيا لازم ابص للاختيارات هو عايز بوحدة القياس ايه? فابص كده لقي سانية في الاربع اختيارات يبقى انا لازم احاول الاتنين لسانية. فكل اللي انا هعمله وما يلو الاكس زائد الواي هجمعهم لك عادي من يعني اهو. اتنين عشرة سالب ستة عشان ده مايكرو. ونجمعها ونشوفها يطلع معنا في الاخر كام? وتقريبا هتكون والله اعلم يعني. او انت هعروني حسابها. قدي الميتين وخمسين. في عشرة سالب تلاتة. زائد الف وخمسمية في عشرة سالب ستة. تطلع معنا. خمسة عشرين وخمستاشر اللي ايه? الف. نيجي الرقم تمانية وبيقول تتحرك سيارة على طريق افقي بسرعة سبتة عشرة متر على الثانية. سرعة سبتة. دي كلمة مفيدة نحط تحتها خط ممكن نحتاجها. متأثرة بقوة احتكاك مقدارها الف ومتسمية نيوتن. فيكون مقدار الكوة التي يؤثر بها المحرك على السيارة. طيب تعال كده نركز. اقول لك في عربية. ماشية بسرعة سبتة. عشرة متر على الثانية. بس وهي ماشية في قوة احتكاك للخلف. مقدارها الف وخمسمية نيوتن. طيب مقدار الكوة بقى بتاع المحرك بتاع العربية اللي بيزقها لقدام. كام? يلا. مين شاطر هيقول. في ناس هتروح تقول الف وكمسمية. وفي ناس مش هتبقى عارفة لسه هي تعمل ايه? طيب ايه فكرة السؤال? في الكلمة اللي احنا حطينا تحتها خط. يعني ايه سرعة سبتة? فسرعة سبتة يعني محصلة القوة المؤثرة على الجسم بتساوي صفر. قانون نيوتن الاول. طيب قانون نيوتن الاول بيقول ان المحصلة القوة بتساوي صفر. يبقى بيزل الجسم على حالته. يعني لو كان ماشي بسرعة سبتة. بيفضل نماشي بالسرعة السبتة دي. فترامل العربية بنشي بنفس السرعة السبتة بتاعتها. فمعناه ان فيه قوة المحرك بتتلاشى مع قوة الاحتكاك. ففيه احتكاك الف وكمسمية. يبقى المحرك مؤثر بالف وخمسمية. هو كمان. بحيس الالف وكمسمية تروح مع الالف وكمسمية. فتبقى محصرة القوة صفر. فتظل العربية دي ماشية بالسرعة بتاعتها لعشرة متر على الثانية. وده كده قانون نيتم باختصار. اعتبرش هرح تقولك بالتفصيل. ترى ما محصرة القوة تساوي صفر. يعني ما فيش قوة او فيه قوة بس محصرتها بتساوي صفر. زي الالف وكمسمية يمين وشمال هيروح مع بعض. فده معناه ان الجسم بيظل على حالته. يعني ايه يظل على حالته? يعني لو ساكن هيفضل ساكن. ولو كان بتحرك هيفضل يتحرك بنفس السرعة في نفس الاتجاه. رقم تسعة. يتحرك جسم بعجلة منتظمة طبقا للعلاقة تي بتساوي اتنين جزر دي على تلاتة. حيث تقاسي دي بالمتر والتيب الثانية فتكون سرعته بعد اتنين ثانية من بدء الحركة. دي بقى فكرة من افكار اسئلة معدلات الحركة اللي احنا كنا ايليها في اخر درس معدلات الحركة. سوا في مراجعة او في الشرح. وهي ان هو بتديني علاقة رياضية. فندور ان انا حاول هزي العلاقة الرياضية اللي هو من دهالي. اليد تي بتساوي اتنين جزر دي على تلاتة. الى علاقة او الى علاقة من التلاتة علاقات اللي احنا عارفين هم اللي هما المعادلة الاولى والتانية والتالتة. بنختار طبقا للمواطنة اللي في السؤال. عندي زمن وازاحة. يبقى انا المفتراض في معادلة الحركة التانية. ان الدي بتساوي زائد نص اي تي بيه. مفيش عندي معادلة من التلاتة اصلا فيها جزر دي. فبالتالي لازم اربع المعادلة اللي هو من دهالي. فاحنا هنقض نوية في المعادلة اللي هو من دهالي. لوية ما اوصل للمعادلة بتاعتنا دي. يبقى تي تربيع تساوي. الاتنين لما ربعها هتبقى اربعة. وجزر دي لما ربعها هتبقى دي. والتلاتة لما ربعها هتبقى تسعة. يبقى تي تربيع بتساوي اربعة على تسعة دي. طب هو المفترض المعادلة بتاعتنا عايزين ندي الوحدها في الطرف الايصر. يبقى سيبقى الوحدها اللي جنبها هودي الناحية التانية بس اشقلبه. يعني الدي هتساوي التسعة على اربعة تي تربية. طيب هنا في تي تربية مفيش تي. يبقى لو جينا ناخد دي نحطها هنا هنلاقي ان الدي بتساوي صفر زائد. تسعة على الاربعة تي تربية. نجي نقارن بقى المعادلة اللي احنا جايبينها بالمعادلة اللي هو من دهالنا. هنلاقي ان الازاحة هي الازاحة. والتي تربية هي تي تربية. فده معنا ان بتساوي صفر. وده نستنتج منه ان هي اللي بصفر ان فيش حاجة اسمها زمها بصفر. وان التسعة على الاربعة هي النص العجلة. يبقى نص العجلة تسعة على الاربعة. يبقى العجلة نفسها هضرب هنا في اتنين. تطلع لنا كام? اربعة ونص متر على الثانية تربية. يبقى انا كده جبت العجلة والسرعة الابتدائية. اشوف بقى هو اقل لي ايه? بقول لنا عايز سرعته بعد زمن اتنين ثانية. يبقى المعطى عندي ان الزمن اتنين ثانية. وانا عايز يبقى احنا على طول على معادلة الحركة الاولى. هتساوي يعني صفر زائد اربعة ونص في اتنين. يعني تطلع تساوي التسعة متر على الثانية. ده كده السرعة النهائية اللي هو محتاجها. ايبقى كده اجابتنا تسعة متر على الثانية يعني دال. السؤال العشر. تتحرك سيارة في خط مستقيم مع عجلة منتظمة. فاذا تغيرت سرعتها من الى يبقى دي بالمتر على الثانية. الى بس بالكيلو متر على الساعة يبقى لازم نحولها المتر على الثانية. عن طريق ان احنا نضرب في خمسة على تمانتاشر اللي الشعب المصري كله حافظها. او الطريقة الاسهل او مش الاسهل الافضل اللي انا مفترض اعرف هعرف هستنتجها ازاي. وهي ان انا في البسط بحاول من كيلو متر المتر فبدرب في عشرة قصة تلاتة. وفي المقاوم من ساعة لثانية فبدرب في ستين في ستين. فتطلع لنا الاجابة خمسة وعشرين متر على الثانية. تبقى هي دي. والفي انشيال بعشرة خلال زمن عشرين ثانية نقدار العجلة اللي تتحرك بها السيارة ونوعها. اولا السرعة كانت عشرة وبقت خمسة وعشرين يبقى العجلة ايه? مجابة. طيب العجلة بتساوي السرعة النهائية ناقص الابتدائية على الزمن. يعني خمسة وعشرين ناقص عشرة على عشرين. يعني خمستاشر على عشرين. يعني يبقى خمستاشر على عشرين يعني خمسة وسبعين من مية. يعني الاختيار الف هو الاجابة الصحيحة. وكده بحنا خلصنا العشر اسئلة الاختياري. تقريبا خلصناهم في اقل من تلت ساعة. ندخل بقى على الاسئلة المقالي بدءا من السؤال رقم حداشر. في بعض الاسئلة المقالية في كتاب الامتحان مفيدة وفي بعضها مش مفيد للأسف. فاحنا السؤال المفيد بنحله بالتفصيل والسؤال المش مفيد بنقول الخلاصة بتاعته. وبنعديه على السريع عشان ما نضيعش وقتنا في سؤال ما لهوش لازم. رقم حداشر بيقول فسر لماذا تقل سرعة الجسم المقذوف رأسيا لاعلى حتى تنعدم. وده باختصار لان الجسم المقذوف لاعلى بيتحرك عكس حركة او عكس اتجاه عجلة الجاذبية. فبالتالي بتكون العجلة سالبة وبالتالي بتقل السرعة. فالاجابة باختصار لانه يتحرك عكس اتجاه عجلة الجاذبية الارضية. اي ان العجلة سالبة وبالتالي تقل السرعة الى ان تنعدم. ده كده سؤال وسهل وبسيط. نجي الرقم اتناشر. بيقول متجه في في مقداره ستاشر واحدة ويصنع زاوية مقداره على خمسين درجة مع محور اكس. هو عايز المركبتين الرأسية والافقية للمتجه في. يبقى ده المتجه في او مقداره ستاشر وبيصنع زاوية خمسين مع الافقي. يبقى بالتالي لالتجاه بتاع الاكس ستبقى ستتاشر كوزين خمسين والفي اللي في اتجاه الواي اللي هي دي هتكون عبارة FIL ستاشر سين خمسين ونحسب الستاشر كوزين خمسين بكام والستاشر صين خمسين بكام? بكام? فنبدأ بالستاشر كوزين خمسين. تطلع عشرة ثمانية وعشرين من مية. ونرجع ونشيل الكزين ونخليها سين. هنلاقيها طالعة اتناشر ستة وعشرين من مية. لان احنا نلاحظ ان الرقم اللي انا بشيله. اللي هو الستة خمسة اكبر بيزود واحدة على الرقم اللي بعده. فالستة فالخمسة تبقى ستة. وده كده هو ايه? طبعا نقول له واحدة. وهنا واحدة. اللي هي واحدة القياس يعني اللي انا ما عرفهاش. لانه هو بقول لي ما يقدره ستة اشر واحدة. يعني هو ما عرفنيش. فانا ما عرفوهش. رقم تلتاشر. ماذا يحدث اذا? قذف جسم بزاوية خمسة وسبعين فوق الافقي. وتم قصفه مرة اخرى بنفس مقدار السرعة الابتدائية. ومن نفس المستوى بس بزاوية خمستاشر فوق الافقي. بالنسبة للمدى الافقي. يعني كان في هنا جسم. هنقذفه بنفس السرعة الابتدائية. بس مرة بزاوية خمستاشر صغيرة زي دي كده. ومرة بزاوية كبيرة خمسة وسبعين زي دي كده. فاللي هيحصل ان اللي هيقذف بزاوية خمستاشر هيحصل له كده. واللي بزاوية خمسة وسبعين هيحصل له كده. يعني ايه? معنى اخر يعني هيوصلوا لنفس المدى الافقي. فالاجابة بتاعتي هيكون يصلان الى نفس المستوى الافقي. طبقا للعلاقة ونكتب له بقى قنون بتاع الار اللي هو يساوي اتنين في اي تربيع سين سيتا كوزين سيتا على جي. ولو انت عايز تزاود بقى شوية كلام هتوم اقول له ايه? لان سين خمستاشر كوزين خمستاشر تساوي سين سبعين كوزين سبعين فبالتالي هيوصل الاقصى مدى افقي هما الاتنين زي بعض. حيث ان سيتا خمستاشر وخمسة وسبعين زاويتان متتمتان يعني مجموعهم تسعين درجة. هنيجي للسؤال رقم اربعتاشر. السؤال اربعتاشر ده كنا حالينه تقريبا بالتفصيل في اسئلة الدرس. هنا بيسألنا على ان في جسم كوزفة او تم مقاس فراصيا لاعلى ليمر بسلاسة نوافذ متساوية الطول وعلى مسافات متساوية من بعضها. يعني بمعنى صح المسافة دي نفس المسافة دي او المسافات المبين كل النفذتين متساويتين وكذلك طول النفذة دي زي ده زي ده يعني الاطوال كلها متساوية. هو عايز بقى الترتيب من حيس ايه? من حيس مقدار سرعة الحجر او تبعا للتغير في مقدار سرعة الحجر. اللي هو دلتا في اثناء مروره بكل منهما. يعني دلتا في من عندي واحد لواية اتنين. والدلتا في من اتنين لواية تلاتة. وهكذا فباختصار شديد قلنا ان الجسم اللي بيتحرك حركة رأسية بيتأثر بعجلة الجاذبية سابتة ده اولا. يبقى تعالى نشوف ايه اللي بيختلف? اللي بيختلف ان الجسم هو طالع. السرعة بتاعته بتقل. يعني طول ما انا بطلع كل ما السرعة بتقل. يعني همشي نفس المسافة. بس في زمن اكبر. يبقى كل ما اطلع لفوق همشي نفس المسافة دي في زمن اكبر. يعني معنى صح لو جينا يشوف التغير في السرعة. مفترض قانون العجلة بيتساوي دلتا في على دلتا تي. الطرفين يصي ووسطين يبقى الدلتا فيها تساوي. جي دلتا تي. قلنا الجي سابتة فيبقى التغير في السرعة ترضي مع الفترة الزمنية اللي بتحرك فيها الجسم. احنا قلنا طول ما انا بطلع طول ما السرعة بتقل. كل ما ترمى نفس المسافة يعني الزمن بتاع الحركة بيزيد. وبالتالي التغير في السرعة هيزيد. كل ما اطلع لأعلى. يبقى وانا معدي عند النفذة تلاتة. الدلتا في بتاعت التلاتة. هتكون اكبر من الدلتا في بتاعت الاتنين. هتكون اكبر من الدلتا في بتاعت الواحد. النفذة الاولى. وده كان فيه تقريبا تلاتة او اربع افكار هتلاقيهم في درس السرعة نفس الشكل ده بالزبط. بس عليه تقريبا تلاتة اربع نقط كده. كنا حالينا بالتفصيل في الفيديو بتاع الحالة. نجي الرقم حمستاشر. بيقول الشكل المقابل بيوضح قدمة زيادة هرانية استخدمة لقياس نصف كتر استوانة معدنية. طيب. السؤال ده من الاسئلة اللي كان فيها تقريبا خطأ بسيط كده. هو ممكن ما يكونش خطأ بس هو مش دقيق السؤال شوية. المهم يعني ان هو بيقول عايز اول حاجة القيمة المقاسة للكتر الاستوانة. يعني هو عايز الكتر. الكتر ده كده كله. لما اجيبه هشوف المفترض الصفر بتاع الورانية. وقايف عندي فوق. فعشان الصورة مش باينة بيقوم هو رسمها لنا تحت. فبنلاقيها قبل التلاتة بالزبط. فاحنا بدينا بقى عارفين ان ده معنا انه القطر اللي هو اتنين ار بيساوي. قبل التلاتة يعني اتنين وتسعة من عشرة سنتيمتر. ايام زمان ويحنا ظاهرين في ابتداي او اعدادي. كنا بنقول ان دي اتنين وتسعة من عشرة سنتيمتر تقريبا. كنا ساعات نوم قايلين لا هي قرب للتلاتة فتبقى تلاتة. الوقت بقى اختراعنا القدمة ذات الورانية اللي هي بتدقق شوية في الاطوال يعني بتقيس بدقة اكتر يعني بتقيس بالملي يعني معنى اصح. يعني بتعرف الصفر ده واقف فين بالزبط. بنعرف بقى منين? بنقارن التدريج بتاع الورانية مع التدريج بتاع المسطرة. ونلاقي فيهم شرطة واحدة متطبقة تماما. فهو الراجل اصلا كانت ترخيره بيجبهالي جهزة. بس لازم ابقى متأكد او فاهم ان هي لازم شرطتين منطبقتين تماما. فهنا مش هنلاقي حاجة منطبقة تماما جالي الستة. يبقى معنى صح القراءة بتاعت الكتر اتنين وتسعة من عشرة. وبس ده بالسانتي والستة دول بالملي. هم اصلا ستة وتسعين بالملي يعني معنى اصح. يبقى اتنين سانتي ستة وتسعين من مية ملي. يعني بمعنى اصح في الاخر خالص القيمة المقاسة للقطر هي اتنين ستة وتسعين من مية سنتيمتر. طيب بيقول الخطأ النسبي ازا كانت القيمة الحقيقة. يبقى ده المقاس يقول الحقيقي تلاتة تمانية وستين من مية سنتيمتر. يبقى اول حاجة عشان اجيب الخطأ النسبي هو الخطأ المطلق على القيمة الحقيقة للقطر ايان يكن بقى اسمي يمكن سمائك سدير وخلاص. الخطأ المطلق هو الفرق ما بين القيمة الحقيقة والقيمة المقاسة. واقسم على القيمة الحقيقة. ونروح نشوفها تطلع الخطأ النسبي فيها هنا بكم? يبقى تلاتة تمانية وستين ناقص اتنين ستة وتسعين على تلاتة تمانية وستين تطلع تسعتاشر من مية او ممكن نقول اتنين من عشرة او ممكن نقول اتنين من عشرة برضو. يبقى كده الخطأ النسبي انا اعتبره اتنين من عشرة. وما لوش واحدة القياس عشان ما تنساش نفسك. والقيمة المقاسة لازم يكون لها نفس واحدة القياس الحاجة اللي انا بقسها. عشان نبقى كل حاجة. في المقالي انا لو افترضنا ان السؤال ده عليه دلقتين. فانت تاخد نص درجة على الحساباتك دي. وتاخد نص درجة على وحدة القياس. هنا تاخد نص درجة على القانون والتعويض مسلا ونص درجة على الناتج بوحدة القياس بتاعته. وهكذا انا بقول لك تقريبا. بس كل حاجة عليها حاجة. يعني انت مثلا لو هنا ما كتبتش وحدة القياس. وقمت كتبتها هنا فتلاقي نص درجة راحت منك على الفاظي. فلازم نركز في التفاصيل دي. نروح بقى للسؤال رقم ستاشر. اللي هو على المقذفات بزاوية اللي في ناس كتير بيقى عندها فيها ازمة. فتعالوا نركز فيه مع بعض كده بالراحة خالص. بيقول في مباراة لكرة القدم قام لعب بقصف كرة كما بالشكل التالي. يعني بيقول لك ان هو قزف الكرة دي بسرعة ابتدائية. ما نعرفهاش بس بزاوية تلاتين درجة. فوصلت هنا بمسافة سبع متر اللي هي بالنسبة لنا دي هي الار. ومديني عجلة الجاذبية. يبقى معطياتنا ما هي الا السيتا والار والجي. وهو عايز السرعة التي يجب ان يقذف بها اللاعب الكرة حتى تصل الى الشبكة. بالعقل والمنطق والزكاء بتاعنا وبقريتنا بما انه مديني معطى وحيد او حد. فلازم هستخدمه هو بس. فهو مديني الار فاكتب القانون بتاع الار بما يناسب المعطيات. طبع انا ايه معطياتي? السيتا بس. وهو عايز السرعة الابتدائية يعني بس. مين بقى القانون من القوانين التلاتة بتوع الار اللي فيه البي اي والسيتا بس. هو القانون الاخير خالص. انه هو اتنين في اي تربية. ساين سيتا كوزاين سيتا على جي. الار بتساوي سبعة وهدي الاتنين والفي اي تربية اللي انا ما عرفهاش. وساين سيتا اللي هي تلاتين في كوزاين سيتا اللي هي تلاتين. على الجي اللي هي عشرة. ونحسب كل ده ونشوف هيطلع معنا كام في الاخر. طيب هقول لك الطريقة برضو اللي بتحسب بيها عشان اختصارا الوقت يعني. احنا محتاجين كل الحاجات دي مضروبة ومقسومة فبيتوديها الناحية التانية عمية شاقلبة. وبين تربية فانت بتاخد الجزر. يبقى اختصارا عما نجي نحسبها. اذا الجزر الكبير. هنا السبعة هجيب لها العشرة دي فوق. يبقى سبعة في عشرة بسبعين وهو مرة واحدة. على تنين في ساين تلاتين كوزاين تلاتين. يبقى تنين ساين تلاتين كوزاين تلاتين. هي دي الفي اي. تعالوا هنا نشوفها تطلع كام. اذا الجزر وهدي شرطة الكسر وهدي السبعين على اتنين في ساين تلاتين اصلا بنص هيروحوا مع بعض يتبقى لنا كوزاين تلاتين بس. يعني تطلع لنا قول تقريبا تسعة متر على الثانية. اذا كده جبنا الفي اي وعندنا سيتا يبقى خلاص نعرف نجيب كل حاجة بعد كده. عايز اكسر ارتفاع هو. يبقى اكسر ارتفاع اللي هو الاتش كان تربية على تنين جي. ما عندش احسبها له. هي اللي هي كام احنا اسا جمينا تسعة. في اللي هي تلاتين. وعمل لها تربية. على تنين في العجلة اللي هي عشرة. نشوف تطلع معنا بكام. طبعا في ناس تقول لي في سالب. بقول لك السالب. بتروح مع السالب بتاعة الجي. فبالتالي مش من استفيد بها حاجة في في المقدار. اذا كده تسعة سين تلاتين. نقفل القوس بتاع السين وكمان القوس اللي احنا عملناها عشان التربيع. على اتنين في عشرة بعشرين. تطلع معنا يطلع معنا اكسر ارتفاع واحد ومية خمسة وعشرين من عشر تلاف. وده طبعا بالمتر. لان كل وحداتنا بالمتر. وبالتالي الناتج يطلع معنا بالمتر. وده كده سؤال مغزوفات ويعتبر مستوى عالي. فلو انت فاهمه وعرفت انا حالته ازاي فابقى انت كده تمام في المغزوفات بزاوية. مفيش فيها اي مشكلة عشان انا عارف ان الدرس ده قالق ناس كتير. نجي الرقم سبعتاشر بيقول سيارة تتحرك في خط مستقيم. استغرقت. تلات ساعات خلال رحلتها. يبقى او الزمن كله يعني على بعضه كده. تلات ساعات يعني تلاتة في ستين. طيب بلاش الستين لان انا كده بصيت بصة عالصري يعني رقيت كله بالكيلومتر عالساعة فبالتالي هم كفية تلات ساعات حلوين زي الفل. فاذا كانت صوراتها المتوسطة خلال الساعة الاولى تسعين كيلومتر على الساعة. وخلال الساعتين الاخرتين هي V. وخلال الرحلة كلها هي خمسة وسبعين كيلومتر عالساعة. احسب قيمة V. هنا بقى ده سؤال جميل نركز فيه. لو جينا نقسم الرحلة كلها التلات ساعات. فهنفترض ان هنا دي اول ساعة ودي تاني ساعة ودي تالت ساعة تقريبا عشان مش مركز في المسافات. عشان بس ايه انت في المتحان برضو مش هتكون مركز. فانا بقول لك في السريعة في الساعة الاولانية كل المشترك ما بين دول ان هنا ساعة وهنا ساعة وهنا ساعة. السرعة المتوسطة خلال الساعة الاولى كانت تسعين كيلو متر لكل ساعة. طب بخلال الساعتين الاخيرتين اللي هم الساعتين دول كلهم على بعض كده السرعة المتوسطة في الساعتين دول. كيف ان اعتبرهم على بعض اتنين ساعة كانت السرعة بتاعتهم كانت في ما انا عرفها شواصلا ده اللي واعيزه. بس هم يديني السرعة المتوسطة بتاعت كلهم على بعض الثلاث ساعات خمسة وسبعين كيلو متر لكل ساعة. فببساطة كده كل اللي احنا هنعمله هتكون باختصار شديد. دي سرعة متوسطة. يعني ايه سرعة متوسطة يا شباب. يعني مسافة كلية على زمان كلي. فانا عشان اجيبي السرعة المتوسطة دي فانا محتاج المسافة كلية على الزمن الكلي. فالراجل ما يديني اصلا الزمن الكلي. يبقى انا دوري عشان احسب الفي لالسرعة متوسطة خلال اخر ساعتين. انا هحاول السؤال انه عايز الازاحة الكلية خلال اخر ساعتين. طب انا ما عرفهاش. يبقى كده عرف اجيبه. طب ما هو مديلي سرعة وزمن في الساعة الاولانية. يبقى يديني السرعة الكبيرة كلها وزمانها يبقى نقدر اجيب المسافة الكبيرة دي كلها فلو جبت المسافة الكبيرة وشلت منها المسافة الصغيرة هيطلع لي المسافة اللي انا عايزة فلالله بينا نشوف المسافة الاولانية في اول ساعة المسافة دايما سرعة في زمن يبقى تسعين في واحد بتسعين متر لأ كيلو متر طبعا عشان اللي هو حالات بالكيلو متر بعدين نحسب المسافة الكلية بقى مش التانية لان ناخد السرعة كلها في الزمن كله. يبقى السرعة كلها خمسة وسبعين في الزمن كله. اللي هو ثلاث ساعات فيطلع لنا كام? تقريبا متين خمسة وعشرين. شوف تطلع متين خمسة وعشرين كيلو متر برضه. طيب ده المسافة كلها والمسافة بتاعت اول ساعة. يبقى مسافة اول ساعتين او اخر ساعتين هتكون المتين خمسة وعشرين ناقص التسعين فتطلع لنا 135 تقريبا تمام بالزبط كده يبقى 225 كيلو متر هطرح منها 90 كيلو متر بتقوى لساعة الاولانية اطلع اللي ان اخر ساعتين بس 135 كيلو متر يبقى ذاك低 135 كيلو متر المسافة الكلية والزمن الكل ساعتين يبقى السرعة المتوسطة في اخر ساعتين هي المسافة الكلية اللي هي 135 على الزمن الكل اللي هو اتنين في نقس من 135 خمسة وتلاتين على اتنين تطلع لنا الاجابة سبعة وستين ونص كيلو متر لكل ساعة. السؤال فيه فكرة جميلة وكويس. مش عايز حد يخاف. كلنا عايزه منك انك تركز وانت بتحل. السؤال مش معقد. فيه ناس حلته وقفلته قبل كده. ده السؤال ده انا جايبه في متحان قبل كده. وفيه ناس حلته وقفلته. ما فيش فيه اي مشكلة. بس هو صعب. فالله هيركز هيرفع حله تاني. هبسطها لك تاني على السريع ويبقى كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة وستنقوا ان شاء الله الفيديو جاي مع الاختبار رقم اربعة. هنا قال ان هو بلقنا مشينا ساعة واحدة. الساعة دي. مشينا فيها مسافة. او مشينا فيها بسرعة واحدة فمتسعين كيلو متر لكل ساعة. بنعود نفسنا ان طرح ما في عندي حاجتين اعرف اجيب منهم حاجة تالتة اجيبها. سرعة. وزمن يبقى انا اعرف اجيب منهم المسافة بتاعت اول ساعة. طيب الساعتين التانين. انا عايز اعرف السرعة بتاعتهم. فعشان اعرف السرعة بتاعتهم. عايز اعرف المسافة بتاعتهم. بس انا ما عرفتش. يبقى اكيد هو هيديني حاجة اعرف منه. طيب هو ادالي ايه? ادالي السرعة كلها بتاعت دول. يبقى انا عندي الفي بتاعت التلات ساعات. وعندي التلات ساعات. يبقى انا اقدر اجيب المسافة اللي انا مشيتها في التلات ساعات كلهم. لو المسافة دي كلها شيلت منها مسافة اول ساعة بس هيتبقى لي مسافة تاني ساعتين اللي انا عايزهم وعندي الساعتين اصلا يبقى درجيب السرعة مسافة على زمن وبس كده هي دي فكرة السؤال وده كده كله الامتحان بالشرح وبالتفاصيل كلها حلناها تقريبا فارمين دقيقة فلو انت حليته في ساعة يبقى كويس جدا وده هو المطلوب مننا في امتحانات المنهج الكاميرا ان احنا نخلصها في ساعة ونكون حلين كويس جدا ومراجعين اشوفكم ان شاء الله في الحصة الجاية افترض الحصة الجاية بتاعتنا اللي هي اللايف بنحل فيها الاختبار التالت بس الامتحان نزل ده متأخر معلش احنا احنا اصلا نحنينها التالت في الحصة وان شاء الله الفيديو الجاية هنحل فيه الاختبار الرابع والحصة الجاية ان شاء الله بتاعت يوم السابت هيكون فيها الفيديو اه او هيكون فيها حل الاختبار الخامس في الحصة اللايف اللي يحتاج يحل معنا في اللايف بيتواصل معنا على الواتس اللي في وصف الفيديو او على جهوب الواتس اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته